فكان لابد من وسيلة اخرى ايه يعني ايه الجماعة الارهابية اعتمدت على دول انه هم دول راس الحربة بتاعها ست سنين ايما النور يحصل على تمولات ويدي العيال دي فلوس وفضل محمد ناصر وعمتز مطر وكل دول راس الحربة في المعركة اللي ضد مصر لمدة ست سنين ما حصلش حاجة ما حصلش حاجة طيب يحصل ايه بقى تحولوا دول الاقزام دول من راس حربة الى مجرد اداء من ادوات الترويج بقى للناس الجداد اللي جاين يحاربوا بيه يعني هنا دي اول خطوة لارجاع دول المجموعة دي لورا ارجع وراء شوية بقى كده انت بقى لك ست سنين قاعد تطلع اشعاية وقاعد تشتم وقاعد تهدد وقاعد تحرض على القتل وقاعد تعمل انت بقى لك ست سنين وخدت فلوس كتير قوي تمام ارجع بقى وراء شوية فيبدأ انا بقول لكم المعركة بتدارس زي الوقت فيبدأ تجيب ناس مصريين عاديين جدا واحد زي المقاول الاجير ده محمد علي زي واحد زي مسعد ابو فجر واحد زي مش عارف مين وعملوا فيديوهات ويبدأ يبدأ بقى اللي هو هنا ايه الاعلام الاخواني اصبح في خدمة دول مش هو راس الحربة انت كنت الجندي الاساسي بتاعي وفشلت فتعالى وراء شوية تعمل ايه ايه اطلع محمد علي يقول فيديوهاته فانت بس تاخدها وتزعها وتعلق عليها وبتاعه لانه معتز ادوله فرصة عمره يا جماعة انا معتز ده والله العظيم لو انا منه يضرب نفسه بالنار ليه الاخوان والتنظيم الدولي ادوله فرصة عمره لما عمل الحملة بتاعة الصفافير والزمامير وخبط عب الغطيان وبتاعه وقالوله بس يلا انت كده هتقوم بالثورة في مصر وتنزل المصرين في الشارع يلا اعمل الحملة دي وقعد يعمل الحملة ويقعد طول الليل اقول لك جايلينا فيديو منين وجايلينا فيديو منين ومش عارف ايه وبتاعه محصلش حاجة خالطة ففشل فشل تام فانا لو من معتز مطر والله يضرب نفسه بالنار يضرب نفسه بالنار ينتحر لانه في النهاية راجل فشل الوقتي هو شغال عند محمد علم شغال عند الهلافيت اللي جابوهم وبدأوا يدوم مادة يتكلموا فيها وياخدوا ده يزعوه على القنوات بتاعته تمام وبعد شوية هو انت هتلاقي هتلاقي محمد علي في الشارع هتلاقي محمد علي على الجزيرة هتلاقي محمد علي على مكملين هتلاقي محمد علي على مش عارف ايه خلصت المرحلة دي بعد ما هو عملوا منه واحد قاعد يتكلم في نقاط محددة عاوز اقول له حضراتكم على حاجة الناس يا جماعة مفروض لا تنجر وراء اي حد يشككك في زمة الجيش تحديدا يعني بس ممكن تشكك في زمة اي حد يعني تشكك في زمة اي حد احنا عندنا فيديو انا هطلب من الشباب يجهزوه لانه احنا ما قلت لهمش عليه فيديو والرئيس السيسي بيتكلم هو وزير دفاع مع القيادات بتوعه والناس في الجيش وبيتكلموا على انه هما لما ياخدوا عربيات من شركات هو بتعامل ازاي الفيديو ده موجود يا جماعة نزلهولي لو سمحتو نكون خلصنا الكلام فالتشكيك في زمة الجيش ده انت لا تسمح اي تشكيك في الجيش من اي شكل مفروض انك لا تسمح به اساسا لانه الجيش واللي بيعمله واقتصاده وتسليحه ومفروض ما يبقاش مادة للحديث لان انت كده وكأنك بتجيب قوتك مصدر قوتك وقاعد بقى تبيع وتشتري فيها وتخليها مساحة للقيل والقال هتقول لي ده الديمقراطية اقولك على دماغي من فوق حرية الرأي على دماغيني من فوق لكن انت بتتكلم هنا انا بتتكلم معك بواقعية وبراجماتية واضحة جدا السند بتاعك ما ينفعش تتعامل معها لانه الجيوش في العالم كلها ما حدش بتعامل معها كده يعني ما حدش بتعامل معها بهذا الشكل وانا زي ما قلتلكم كل الناس كل الناس في البلد الوقتي بتمثل رقابة على بعضها فبعد ما جابوا ده يبقى احنا ايه المرحلة الاولى المرحلة الاولى هم فشلوا فيها ست سنين من الفشل للاعلام الاخواني انه قاعدين ليل وانهار مسكين مصر ففي النهاية الدولة تغلبت على ده تغلبت عليه بقى بقوطها الصلبة باعلامها بمثقفينها بالناس المخلصين فيها بالناس الوعية فيها لكن ست سنين كان الناس تاخد الكلام وتقعد تهذر عليه وتضحك عليه وبتقى جابوا الهلافيت دول وبقوا خدم عند الهلافيت دول يروجوا لهم فتخيل انت تتخيل واحد زي محمد ناصر والله انا بشفق عليه ليه لانه الرجل بيصدر نفسه كشاعر ومثقف وسياسي وفاهم وفجأة يلاقي نفسه قاعد يقرض كلام عيل عيل وعفوا يعني الناس اللي معهم دبلومات عيل فاشل معه دبلوم مش مكمل تعليمه وفاشل تماما محمد ناصر قاد بيتعامل معك زعي انتو شفتو انحطاط اكتر من كده يعني انا كنت بقول معتاز يضرب نفسه بالنهارة ومفروض محمد ناصر النهاردة يولع في نفسه لانه يتخيل كده يتخيل هو الرجل يتعامل انه عظيم الشأن فاهم وقاري وباحس ومثقف وفنان وإعلامي وبعدين يقعد يجيب الكلام بتاع محمد يقعد يكلمه يعرضه على الشعب ويتعامل معه انه ايقونة من ايقونات الشباب فانت بتكلم هنا طيب خدوا العيال وروجوا لهم وبدأوا في المرحلة التالتة اللي هو ايه بعد ما الناس عرفت الواد وسمعت الكلام وبتاع فياخده هو يقول له تعالى بقى نعمل هاشتاج على تويتر ونقول للناس كفاء بقى يا سيسي وبتاع فالواد يعمل الهاشتاج حتى ده مزور ليه لانه هم احتفلوا قالك انه الهاشتاج ده وصل لمليون ما هي بقت ايه حرب هاشتاجات على تويتر ولذلك اذا كان والله العظيم الناس اللي مؤمنة بالدولة ومؤمنة بجيشها ومؤمنة بان مصلحتها في استقرار البلد يا جماعة ادعموا ادعموا بلدكم بهذه الطريقة